واحدة و دقيقتين يقولك أن تصل متأخراً خيراً من أن لا تصل الآن مراتي دخلي طوفة بس يلا فالعجلة الندامة في التأني السلامة مساكم الله بالخير وحياكم الله معنا في برنامج الدوانية حلقة يديدة وفي وسط هذه الأجواء الساخنة نبي شيء يبرد على قلوبنا نبي حوار سرسح يعني حوار لطيف وإحنا إن شاء الله بانتظار ضيفنا بعد شوي دكتور سليمان الاخضاري استشاري الطب النفسي اللي دائماً أينما يحل يسوي لويا فإحنا بانتظار لويا الدكتور سليمان الاخضاري وأيضاً محبينا ومتابعينا ومن يختلف مع سليمان الاخضاري اليوم ضيفنا طبعاً وهو ناشط في مواقع التواصل الاجتماعي ودائماً يحمل على عاتق رسالة التوعية النفسية أو النفسانية نفسية نفسانية زين ومن جانب آخر هذا الدكتور هذا النفساني عنده يعني جانب آخر وجد فيه نفسه وعنده مساحة هو شاعر وكاتب للأغنية وراح نتناقش أيضاً على إنتاجه وأغانية وقصص هذه الأغاني اللي تغنوا فيها الفنانين والمطربيين عموماً ما لكم بطويلة إحنا يعني بداية البرنامج مع هذه الأجواء نحب نقول لكم وإحنا اليوم جابلينكم ساعتين تعودتوا في يوم الأربع نكون معاكم ساعة لكن اليوم راح نكون معاكم ساعتين لأن المحامي سعود الهدبة اليوم يعتذر عن الحلقة إن شاء الله يلتقي فيكم الأسبوع القادم فالحلوب الدوانية يا جماعة أنها تلبي كل الاحتياجات الإنسانية وزيادة الدوانية ملتقى اجتماعي يصير فيه تعارف يصير فيه تآلف مو دايماً مرات يصير فيه اختلاف مرات يصير فيه رأي وراي آخر وتعال أخذ حجي مرات يكون فيه ضحك مرات يكون فيه مواساة يعني إيه هي مساحة للتحاور للتخابر الأخذ والعطى وهذه يعني ما يميز صراحة المجتمع الكويتي برنامج الدوانية مكان للتفكير للتقدير يعني تلقى فيه مختلف هذه الأجواء فيه 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 مختلفة عن أي مكان آخر لذلك بالتالي لما تشوف أي ضيفيين من برة ينبهر بالكونسبت هذا مال الدوانية شنو هالجماعة اللي يقعدون مع بعض تشوفوا مره يضحكون مره يتناجرون مره يقعدون على توهم متناجرين يقعدون على قنشة واحدة يأكلون يعني فيه أحياناً الغريب يشوف فيها كم من التناقض وهذه أجواء صحية صراحة وهذه اللي يتميز بلدنا ودائماً إحنا نعزز هذا المفهوم أيضاً من خلال برنامجنا فيها القريب فيها البعيد فيها المؤيد فيها المخالف أي أن كان وهو أيضاً مكان للتنفيس عن الضيق يعني مرات أي واحد مكتئب مكتئب آه مكتئب على شوي أي واحد ضايق خلقه أي واحد أي الدوانية يغير جو ومرات الدوانية تزيد البلا بلا يعني يعتمد على حسب الوضع اليوم أعتقد دوانيتنا راح تكون غزيرة دوانية اليوم فيها أخذوا عطا وفيها يعني حوار فاخر من الآخر آه اليوم يعني مارنا اليوم واحد حلو فإحنا نرحب فيه شي نقول أقول ليه مر ساعة واحدة و11 دقيقة حياكم الله في برنامج الدوانية الرحب اللي ينضموا على ترددنا 90.4 أنتو تسمعون إذاعة المرينة ويعني في هذه الأثناء الرحب بضيفنا الدكتور النفساني سليمان لخضاري استشاري الطب النفسي حياك الله يا دكتور الساعة المباركة وجودك في كرسي الدوانية بإذاعة المرينة أبو يوسف مشكور حبيبي على هذه الدعوة الكريمة وأنا دايما سعيد أني أنا أكون معاك بس ترى نفساني تحسسني بالنفسية كنا هذا دكتور النفسية خلص دكتور نفسي بس ما أقول دكتور نفسي أنا مو دكتور ماشا أقول لما أقول دكتور نفسي أنا مو دكتور لا لا ييت من برا على أساس من برا وين من كندا لما درست بكندا ييت بعقلية وائد غربية يعني التدريب اللي تدربته قلت هذا لازم أطبقه مثل ما هو خذيته من هناك أطبقه هنا خربوك الكنديين يعني يعني خلويني يشوف الدنيا بطريقة ثانية تكتور نشوفوا الكندي شو نشوف الدنيا التنوع تقبل حق الاختلافات ما عندهم يعني بعض المشاكل اللي موجودة في مجتمعاتنا العنصرية كذا الأمور هذي يعني موجودة في كثير المجتمعات الغربية لكن المجتمع الكندي معروف بالتسامح ما لا ف والقيم يعني وهذا إشارة إننا إحنا يعني مجتمعنا في جزئية التسامح إذا بنحطه على سكيل من عشرة إحنا وين بالتسامح ما أعتقد وايد متسامحين يعني وين وين أنا سألك أنت اليوم يعني أنت يعني أصدق إجابة ممكن ألقاها من شخص عاش في يعني اغترب وشاف مجتمعات تناقض مجتمعنا فاليوم على سكيل من عشرة إحنا في التسامح كم درجتنا شوف عشان أكون منصف بالنسبة المجتمع الكويتي المجتمع الكويتي وايد متسامح في محيطة يعني إحنا صراحة في هذه البلد في نعمة إننا عندنا نوع من التعايش بيننا وبين بعضنا البعض لكن حال لحال يعني غيرنا عندنا أمراضنا العنصرية عندنا هذه النظرة الفوقية على الآخرين وهذه لها أسباب ترى هذه مو مو أنا قاعد بالبيت قمت بالنوم قررتني أنا أصير عنصري هذه لها أسباب سياسية لها أسباب اجتماعية لها أسباب اقتصادية واحدة من أسبابها الرئيسية هي ضعف ثقافة العمل عندنا في مجتمعنا بلو ثقافة العمل اكفة هذا المصطرح استفزني شنو يعني ثقافة العمل لأن يعني أحيانا بتلقائية تقول يعني إحنا ما عندنا ثقافة العمل ثقافة الانتاج ثقافة العطاء وكأن كل شيء لازم يكون له ثمن لمقابل غير ما تعطيني ما أشتغل بو يوسف إحنا كنا بمجتمع منتج في السابق إحنا لازالت العوائل الكويتية الكثير منها معروف بأسماء الحرف اللي امتهنها الأجداد يعني عندنا الحداد الحداد الخباز الخباز القلار الخراز الخراز عدل الدولة كانت عايشة على هذا النشاط التجاري الحرفي زين والحركة حركة التبادل التجاري اللي تصير اللي خلت الكويت محطة ترانزيت النفطية نعمة بالتأكيد لكن يمكن ما تعاملنا معاه بالشكل السليم فبالتالي نتيجة رغبة يعني إدارة الدولة بأن الشعب يتمتع بخيرات بلده وهالكلام هذا كله صار في عندنا هذا النمط الريعي نحن بل بالستينات كنا نبيع ونبني ونعلم بس شنو صار بعدين قمنا نبيع بس ما قمنا نشوف شي بالضبط اللي صار يعني خلينا نعطي الناس جزء من هذا المدخول وهذا الخير اللي يا شي اللي صار اللي صار اللي كان قاعد يشتغل شغلة حرفية قاعد دخله مبلغ معين قاعد يعتاش فيه يقول لك الحين ليش أنا خلاص أقدر ثمنت بيتي بالمبلغ الفلاني عطوني أرض فوقها قايي حطوني موظف حكومة وما قاعد أنتج يعني ما قاعد أسوي شي وهذه نتيجة اللي احنا قاعد ندفعها الآن بعد عشرات السنين من نظام ريعي الانتاجية الموظف الكويتي تقدر يعني أنا الحين بعد خاف الناس اللي قاعد سمعنا تزعل مني تعتقد أن أنا متحامل عليهم أنا قاعد أتكلم على أرقام أن بعض الأحصائيات تقول لك الانتاجية الفعلية الموظف الكويتي في القطاع الحكومي ما تزيد عن 15 دقيقة باليوم 15 دقيقة باليوم هذا يعطي الدبل بحسين يعطي الدبل فهذه الحالة أجرك مرة ثانية إلى السؤال مالك إنه موضوع إنه ليش أنت قاعد أثير لغط أنا تصدق لو يرجع فيني الزمن على كثر ما أنا يعني كسبت من إثارة اللغط يعني معرفة ناس وناس كثيرة صارت معجبة بالآراء وكذا على كثر ما أنا يعني عندي تردد إنه لو رجع فيني الزمن هل كنت راح أثير نفس الآراء ونفس القطايا مو متأكد بس ترى الزمن ما يرجع بالوعي هذا بس أنت لما تقول هذه وكأنك دفعت ثمن نتيجة هذا الأتتتود يعني صح؟ أي من راحتي ومن اللغوة الزايدة والحجي الزايد والهجوم بس دكتور يعني خلك من التنظير تتكلم بواقع لما نتكلم الرأي والرأي الآخر أغلب اللي نادون بهذا المبدأ لو تقوله أنت تخالف الرأي يأخلك مكشورك ماكو شيء من رأي ورأي آخر في مجتمعاتنا إحنا مجتمعات لازالت نتكلم عن منطقة مالتنا المنطقة مالتنا لازالت مجتمعات قيمة الجماعة فيها تعلو على قيمة الفرد فبالتالي أي واحد عند رأي مختلف بيشف فيه عن رأي الجماعة له رأي السائد راح ينظر إليه على أنه يعني قاعد يخرب النمط الاجتماعي اللي إحنا قبلنا وراح نطالع على أنه خطر خطر على النسيج وهذا التمرد مكلف هذا التمرد مكلف فبالتالي أنا ترى على فكرة لما يقعد مع الكثير من الناس الأيام أقدم لهم بعض النصائح اللي على قولتهم يعني تعلمت بالطريقة الصعبة فتلاقيني وايد الحين مثلاً لما أكتب تغريدة راجعها عشرين مرة أفكر من يقرأها صح من يقرأها غلط شلون ممكن هذي يسع فهمها شلون ممكن منصات تواصل اجتماعي تجتزئها وتحطها كتصريح تشديد رند وهالكلام هذا كله فأنا أقول لهم أي واحد يستشيرني أقول له أنت تبي تصير مناضل لتغيير وجهة النظر في المجتمع لازم تعرف اللي يايك يعني ما هو شيء سيء أنك تكون صاحب رأي وأنك تتحمل مسؤولية تغيير وعي المجتمع لكن هل أنت جاهز لدفع الثمن هذا من راحتك من الإشاعات اللي راح تطلع عليك من الاتهامات اللي ستلقى عليك وهالكلام هذا كله فلازم يعني أنت تعرف بالضغط أنت شلو بقدم عليه بس أرجع وأقول لك بيوسف أنه لما رجعت من بره كنت عقليتي غربية 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 يعني بمعنى أنه أنا يعني درست هذا الشيء بي طبقه فاللي قالوا لي من علوم معينة في مجال الطب النفسية قلتها حق المجتمع ترى يا أخوان ترى الاكتئاب هذا معناه القلق هذا معناه تكلفت ببعض المواضيع الحساسة ببعض المواد الممنوعة كذا الأمور هذه الهوية الجنسية غيرها قلت لهم يا جماعة ترى هذا الرأي العلمي السائد في هذا الإطار أنا ما كنت أدري أنه حتى الرأي العلمي راح يعني يصير عليه مشكلة بالحجم ف بديت أراجع نفسي يعني أن حتى الأراء شوي يصير عندي بريك أعطيك مثال حي أول ما رجعت كان لو أشوف مريض يسأل لي يقول لي دكتور ما رأيك أنا أقول حق شريك حياتي أن أنا أعاني من مرض نفسي وأراجع عندك وأعالج ردة فعلي التلقائية كانت بناء على تدريبي في كندا هو أن طبعا قول وشريك حياتك وخليه يساعدك والدعم النفسي وإذا ما تقول حق شريك حياتك تقول حق منه هالكلام هذا كله وبعض الأحيان كان يقول لي مثلا الأزواج مثلا أو اللي في علاقة بلاب اللي تشوفهم يعني كل واحد يقول حق الثاني أنا معاك وأنا دعمك وأنا كذا فجأة تلاقي يختلفوا واحد فيهم قام استخدم معرفته بأن هذا يراجع عندي مثلا ضد الثاني في المحكمة قال اب ترى هذا يراجع عند دكتور سليمان الاخضاري ولا يراجع عند الطب النفسي ويأخذ أدوية نفسية فالآن لما الواحد يسألني يقول لي دكتور أقول حق شريك حياتي أنا أنا قاعد دير بانك يعني لازم تعرف شنو الأشياء هكذا علمتني الحياة هكذا علمتني الحياة دكتور على جزئية اليوم الإنتاجية اليوم يعني بناقش وياك أمر قد يهم الآن بهذه اللحظة طالعين وايد أولياء أمور يسمعوننا وهذه جزئية مهمة وأنت ولي أمر يعني يعيالك الله يحفظهم في أمر أتكلم في جيلنا ما كان موجود وإن كان موجود يمكن بنسبة قليلة لا تقارن مع ما يحدث اليوم لا مبالات وعدم يعني الاكتراث بمسؤوليتك كطالب وكطالبة بمعنى لما يكون في عندك يومين بين عطلتين عندنا عطلة ليل أثنين عندنا ثلاثة واربعة وخميس النسبة كبيرة يقول لك لا تداوم هذي اسحبهم احنا اتفقنا مع المدرسة ان احنا ما نداوم يعني لما حتى تحج يقول أروح ماكو حد اتفقوا بالصف مع المدرسة أو المدرسة انه لا تيون هذه لما تمر على جيل شنو تنتوقع منه في مهامة في الحياة مثلا التزامة اجتماعيا متطلبات بناء الأسرة وأيضا على المستوى العملي لما يعني يعني يعطى مسؤولية ويكون على سدة مسؤولية بأنه يقود مجموعة بأنه يكون يعني مسؤول على عمل مؤتمن على أمور كثيرة قد يكون فيها أسرار قد يكون هذا ما تشوف اللي احنا فيه اللوية هذه بدايتها من الجيل الصغير اليوم لما نتشوف هذا العبث اللي قاعد يصير على مستوى القطاعات المختلفة وراه يعني لو كان في ديسبلين لو كان في التزام في إعداد مخرجات التعليم بشكل يتوافق مع سوق العمل ما وصلنا إلى هذه اللامبالات وايد الكلام اللي قلت مهم وفي كثير من هالجوانب اللي اتفضلت فيها تقيقة وصحيحة 100% بس أنا بحط الموضوع من زاويتين أول زاوية إن كل جيل يشوف الجيل اللي بعده مختلف عندنا لو غالبا نشوفه بنظرة فيها فيها سلمية فيها سلمية يعني شلون أبهاتنا كانوا يطالعون إن إحنا على أيامنا قبل وقبل والدنيا كانت صعبة وإنت والأمور سهلة على أيامكم وكنا نسمع الكلام هذا وما يعجبنا وإحنا الحين أنا شفت نفسي أن أنا أستخدم نفس اللغة مع جيل عيالي يعني إحنا الآن أنا أيضا معاجبني الجيل مع العيالي أوكي ففي جانب طبيعي اللي هو تغيير صراع الأجيال بس وهذا الكلام اللي بقول لك إيام طباع ما هو مبني على دراسة علمية أنا شوف الجيل الحالي أو الجيل الشباب الصغار اللي بالعشرينات الآن جيل يخوف يعني يخرع جيل وايد هش وايد مع توفر كل هال المسليات اللي موجودة أو محتم مسليات أنا سميه الملهيات اللي موجودة جيل أصبح جدا سطحي وايد هش سهل ينكسر ما عنده عمق جيل أصبحت المعلومة بالنسبة له سهلة جدا يعني إحنا المعلومة اللي كنا نروح المكتبة العامة عشان نطلعها ندور بها الكتب فيزيكلي ناخذ الكتاب ورا الكتاب ورا الكتاب ونحط ونقرأ الكتاب كامل عشان نطلع بحث أوكي هذا بضغطة زر لا والحين بعد مع الآي أنا ما زلت فيزيكلي تبجيلي لكن أتكلم عن جيل عيالنا الآن أنت تفضح عن موالدك أنا موالدك 76 لا والله ولكم تذكرم أشوفها التوافض أنا 76 أنا 76 نقول لك أنا ياك جيل واحد نقول شفارات بشكل يكبر منك لا لا هنا هنا الكبر تريب وين لما ما نحلم لما نتشيخ أحلامنا لما ما نحس أننا ما نقدر نحقق اللي براسنا لكن العمر هذا يعني قد تجد واحد تشوفه بالعشرين لكن هو يعني تشوفه يعني شيخ كبير لأن تشوفه معدم ما ما عنده حلم يبيس على صح بس أنا ما أشوف الموضوع هذا الشيء بالعكس أصلا الشيء بالترندي إن ينن أنا مطلوب هذا استر علينا دكتور بس بقول لك على موضوع الجيل هذا إنه إحنا عندنا شيء يسمونه في كتاب جميل اسمه دوبامين نيجن وهذه شوية دوبامين دوبامين إدمان هذا دكتور أيوة هذا الناقل العصبي اللي في الدماغ المسؤول عن الإدمان هذا مو بس الإدمان هذا له علاقة بالنشوة شعور السعادة المفرطة هذا لما اليوم يليك خبر حلو نص ساعة شدي مزاجك حلو بعدين يطخ تم إيداع الراتب تم إيداع الراتب طب الدوبامين فوق بعدين يغثونك على طوغ تم خصد تم خصد تم خصد لما يصير عندك هذا الشعور العالي بالنشوة الدوبامين قاعد ينفرز المشكلة الحين في العصر الحالي الدوبامين قاعد ينفرز بألف طريقة كل ما تمسك السوشال ميديا وتابع أشياء معينة تونسك وأخبار تونسك أنت قاعد ترفع الدوبامين عندك بس هذا اللي نسميح السوشال ميديا في أخبار تونس يعني يعتمد على تابع أنا أنا وائد ألغيت متابعات لأن بعضهم يغفق لكن القصد أنه تعودنا على الجنك أو الجنك هي دوبامين مثل الفاست فود الجنك صار عندنا الدوبامين ما لنستقي من تحقيق إنجاز حقيقي فاك ما لنستقي ما لنستقي ما لنستقي أتعب عشانه وهذا شنو سلبياته سلبياته أنك أنت تصير مدمن على السوشال ميديا وأحلامك بس تحققها في عالم عالم الأحلام أحلام اليقظة الافتراضي يعني أنت مجرد أنك أنت تتخيل نفسك أنك أنت ناجح وهالكلام هذا يرتفع عندك الدوبامين وبعدين يعني تحتاج إلى الدوزة هذه مرة ثانية ترفعها عن طريق أن تريد تحلم مرة ثانية لكن الجهد الحقيقي والمثابرة عشان أني أنا أأجل الدوبامين أن أحصل عليه بعدين بس بشكل حقيقي هذا ما عاد موجود الناس أصبحت كلها تبقي الأشياء السريعة وبعدين ترى حتى في دراسات على أن قدرتنا على التركيز انخفضت بفعل السوشال ميديا يعني أول كان ممكن أنك تقعد جدام كتاب أو محاضرة أو مسرحية لبدة ساعتين ثلاث ساعات الآن تلاقي نفسك إذا قعدت عشر دقائق ربع ساعة نص ساعة متملل إذا دزولك فيديو مدتها خمس دقائق يمكن ما تسمع كله لأن السوشال ميديا رفع البيت بيت الحياة سرعة فبالتالي عندك الفيديو لازم 45 ثانية دقيقة زين دكتور في ظل هذه الملهيات اللي أنت قلتها واللي أحيانا تكون منغسات الديتوكسنج من السوشال ميديا تشوفوا هذا حل أنه يعني على الأقل يوم بلا سوشال ميديا ما بيقول شهر ولا أسبوع هذا يردي يسوي لك ما شوفه يساعد أنا شوفه ضرورة يعني لازم تسوي ديتوكس لأن العملية أصبحت كأنها عملية إدمان جماعي كلنا قاعد نمارسه ولأن كلنا قاعد نمارسه ما قاعد نشوف فيه شي غلط إحنا متى نشوف الشي الغلط لما نشوف مجموعة معينة مننا قاعد يمارسونا ومو كلنا لكن إذا كلنا قاعد نسوي شي معين حتى لو غلط ما رح نطالع على أنه غلط لكن في الحقيقة وايد من طاقتنا قاعد يتمسح بها عن طريق الدائرة الأقرب لك اليوم يعني عيالك لما تشوفهم أكيد حالك حال أي تشوفهم دائما لاهين في السوشال ميديا لما تقول لهم شنو مدى تقبلهم أوكي أبوهم متخصص أبوهم عنده باكراوند أكبر من غير الناس يلجؤوا له اليوم أنت بس أنا في البيت أبو أنا في البيت مو طبيب نفسي أنا في البيت إنسان طبيعي عادي يعني مو قاعد في البيت أعطي محاضرات بس ما تستخدم يعني هذه التعكسها أكيد يعني وأنت مفروض تكون يعني أذكى الناس في أنك شلون تمرر هذه المعلومات إلى دائرتك مو شرط أذكى الناس أنا ترى وايد بالبيت شخص فعالي وعصب وأقلق وأتوتر وكل شي ونادم لكن شوف خلا بلك شي إذا تعلمت شي هو أن الإجبار الإجبار ينتج عنه أنك أنت تحس شعور شديد دوفامين اللي قاعد تكلم عنه هذا بأنك سيطر لمدة نص ساعة بس قاع يسوون من وراك كل شي فبالتالي عليك أنك تختار بين أنك تحافظ على الشكل شكل السيد اللي قاعد ببيتك والكل قاعد يسمع كلامك بس أنت تدري بقرارة نفسك أن كلهم قاعد يخالفونك من ورا ظهرك أو أنك أنت تبني معهم علاقة صحية لكن تحاول أنك أنت توجههم يعني مثلا يوسف ولدي الله هادي من النوع اللي ممهتم في السوشال ميديا هالكثر وهذا شي أنا بريحني لأن اللي قاعد أشوفه من شباب ومشاركاتهم في السوشال ميديا يخوفني فهو من نوع اللي الله هادي ما قاعد يشي السوشال ميديا لكن ما قاعد أشوفه قاعد يبذل جهد على الاطلاع على بعض المواقع أو قراءة بعض الكتب اللي أنا أشوف أنه ممكن تفيده في الحياة فبالتالي قاعد أشوف أهو اهتماماته وحاول أطلع على بعض الأشياء اللي تجمع بين اهتماماته وبين التوجيهات اللي أنا ودي أنها توصل له فأقول له يعني صار لي الحين تقريبا فوق السنة قاعد أقول له يبقى فيه كتاب أبيك تقرأه يبقى ما لي خلق ما يخالف متى ما صار لك خلق أوكي وكل شوي يأجل في الموضوع يأجل في الموضوع لما قلت له صدقني الكتاب هذا قاعد يتكلم عن الفكرة اللي أنت مؤمن فيها وبطريقة أنت ما تتخيلها لا تحط النصيحة في صيغة أن أنا أبي جلي أنا كأب أنا أنا اللي تعلمت كأب من عيالي أني ما أنصح ديركت لا تنصح لأنهم ما يبون يحسون أن أنا بسوي جلي عشان أبوي يبي هالشكلة هذي أبوي قاعديني نصيحة حقي أنا مو قاعديني نصيحة لأنه هو يبي يشوفني صورة معينة مثالية جدا من المجتمع احنا عندنا في المشكلة يعني المشكلة بالمجتمع عندنا إياها أن احنا عيالنا انعكاس ل جودة التربية داخل البيت فبالتالي وطبعا المجتمع له معايير معينة فإذا عيالك يعني يتصرفون طريقة معينة جدام المجتمع يتكلمون طريقة معينة أنت خوش أبوه إذا عيالك يلبسوا ملابس معينة يعني محتشمة كذا الأمور هذه أنت خوش أبوه ما لهم شغل الناس بجودة التربية لهم شغل بالظاهر اللي قاعد يشوفونه فبالتالي دام أن أنا مخلي عيالي يلتزمون بالسوشال كود هذا إذا أنا خوش أبوه لأنه مهم عندي أن هذين العيال يمثلوني أمام المجتمع بس أنت لازم تحط في بالك أن هذين كائنات حية يعني مثل ما أنت ما قبلت أنك أنت تكون مجرد أداة لتلبيع صورة أبوك وأمك زين وأنت كان عندك أحلامك وآمالك وتطلعاتك أيضا هذين اللي أنت قررت تجيبهم للحياة ترى مو مجرد أدوات حق صورتك جدام الناس مع العصر ما لهم بتقول لي هذا مو لي أنا أحبه هذا أقول لك صح بس هذا الواقع هو قاع يفرض نفسه علينا يحتاج شوية هذا الأيقو الأبو شوية يخفت اللي يبي يعيش الأيقو داخل البيت يقدر زين بس راح يكون قاع يتشذب على نفسه حلو عندنا تصال من بو فهد ومسكين بو فهد قاعد فترة على الآسف بو فهد طلع فيك مطاط بو فهد هلا والله عليكم السلام بس الحوار يعني ما كنت يعني ودي لا لا حوار عجيب الله الله حفظت بيوسف بيوسف ما كنهم ودي يعني تدري قول بو فهد السلام عليكم عليكم السلام عندي تعليق بس بسيط في بداية الحوار لما ذكرت أن المجموعة هو الفرد ولما يكون عند المجموعة رأي مخالف للفرد أنا أوجه كرامي للدكتور ممكن المجموعة تكون رأيها خطأ واللي بناه شخص وأقنع فيه مجموعة أنا مستدع أعطيك فكرة وأقنع فيها مجموعة واللي خالفني ممكن أخلي يعني مش من بوزء غير مرقوب فيه شلون إحنا نقيد الفكرة هذه أن شخص يسيطر على مجموعة أو فكرته تسيطر على مجموعة ويطلع الفرد اللي صح عكس المجموعة شلون أنا أقنعه واضح مشكور بو فهد يعني سؤال هذا سؤال المليون دولار على قولتهم شلون أنا أقدر أقنع فرد بأن رأي الجماعة يعني رأي خاطئ هذا اللي أنا فهمت صح ما في وصفة سحرية ترى لما نتعامل مع نفسيات الناس ما في وصفات سحرية ما في وصفة تنطبق على كل الناس أنا كل اللي أقوله هو أن إحنا في تفكيرنا في جانبين جانب انفعالي وجانب نحب أن نقول عنه منطقي تفكيرنا العقل والقلب هذه الطريقة اللي نفكر يعني أنه عندنا عقل وقلب أو ميول عاطفية وتفكير عقلاني في الحقيقة والواقع الدراسات والتجارب تثبت أن الجانب المسيطر على تصرفاتنا والسلوكياتنا هو الجانب الانفعالي وأنه إحنا نستخدم الجانب العقلاني لتبرير انفعالاتنا أعطيك مثال أنا لو في الدوام عندي شخص أحسن مني متفوق علي وياي درجات على مني وكذا ما أقدر أحترف حق نفسي غيران منه ما أقدر أحترف حق نفسي أنه أنا غيران منه وكارها لأني غيران منه أوكي لأن هذا معناته أنا أقل منه فالجانب العقلاني في تفكيري هذا الغلط وكذا سهل لكن الكلام هو أنك أنت شنون تزرع قيمة معينة أو تغير سلوك ما راح تقدر تزرع قيمة أو تغير سلوك إلا من خلال أنك أنت تحاول تراوي الإنسان أنك فاهم مشاعر وفاهم طريقة تفكير وفاهم ليش قاعد تصرف بطريقة معينة وتحاول تلعب على جانب المشاعر يعني تغير من زاوية المشاعر لا تحاول تغير من جانب المنطق وهذا يجرنا إلى موضوع أنه يعني كم التجارب اللي في سلتك راح ينعكس في ترويض المشاعر في فترة ما من حياتك بحيث يعني لو يتكرر نفس الموقف اللي أنت كنت في في قمة الانفعال في وقت لاحق إذا أنت كنت شخص ناضج راح يكون تصرفك مختلف تماما لأن أنت مريت في هذا الحال وعرفت النتيجة فكأنك أنت يعني يعني بصورة أنت تشوفها في البداية سطحية مع بعدين تشوفها 2D 3D بعدين تشوفها يمكن AD اي امية بالمية امية بالمية تراكم التجارب وهذا المقارنة ما بين مجتمعاتنا احنا الشرقية والغربية تجد الواقع أو الكمل انفعال عند بعض المسؤولين الغرب أقل من عند المسؤولين اللي عندنا في المجتمعاتنا الشرقية لأنه هنا في جانب ترضيات للآخرين في جانب عاطفي كبير عند هذا المسؤول وأيضا لو بتروح بشكل أعمق المسؤول غالبا أنا ما بيعم بس غالبا يحاط بمجموعة أقل منه يسيطر وهذا متعب في المقابل قد تجد نموذج آخر في دولة متقدمة المستشارين أو الدائرة اللي حولها أفهم منه صح وهذا الأمر اللي يبين لك شلون انت تروض هذه الانفعالات بحيث أنك أنت تكون ذو قيمة في المجتمع والناتج يكون تيم وارك قد تكون أنت القائد لكن حولك مجموعة تنجز فبالتالي مقارنة الانجازات هناك وتراجعها هنا عندنا يبين الموضوع كله بنهاية نفساني وطريقة التعالي ايقو يعني شوف احنا عندما لا بالعكس كلامك سليم امية بالامية بيوزف بالعكس أنا ترى أحب الحوار العفوي هذا اي أنا ترى لحي ما التزمت بولا شي باللي كاتلت مسكين أشوق خلى انهي له كذية بشكل طبيعي تلقائي اي أنا باكم والورق كلش لكن الكلام اللي قعد تتفضل فيه احنا يعني مجتمع مو الكويت تحديدا بس يعني المجتمع العربي والإسلامي تحس انه فيه نوع من المنافسة او الشعور بالخطر المبالغ فيه من الناس اللي عندهم كفاءات يعني انا اذا حطيت واحد عنده كفاءة وقربته فبالتالي هذا رح يبرز زيادة فبالتالي رح ياخذ مكاني بينما بالمجتمعات الثانية يمكن تشوف الموضوع هذا موجود لكن اقل شوي تلاقي كثير من الشركات الكبرى يقول لك انا يبت ناس يفهمون في اشياء انا ما فهم فيها لان هذه اشياء لو قعد اتعلم فيها من الحين ليباشر مضيعت وقت مضيعت وقت بالنسبة عندنا انجاز عندنا تاركت بالضبط لكن هنا الكثير من الناس مجتمعين يقول لك انا اذا يبت ناس في الاجتماع قاموا يتكلمون كلام احسن من الكلام مالي جدام المسؤول الاعلى راح يقول لك انا ليش حاط هذا ازاي احط هذا مكانه كثير من الناس يخافوا من هالناحية نعم خنشوف عندنا اتصال الو الو مرحبا يا هلا مرحبتين ام علي وياك سمت اصداد هلا هلا وغلا شوانك مع علي اول شي مشكورين على الحلقة هذه الله حفظت يعطيك العافية بس اصداد مهند حياتي الله ما بيطول عليك دكتور انا عندي واندختي عنده امتصام بالشخصية نعم فابي اعكس المفهوم امتصام بالشخصية هذي يعني وائد احنا تعبانين ويا بالموضوع هذا يعني قاعد يسوي اشياء لا ارادية فيا ريت تعطي من المعلومة هذي يعطيك العافية شكرا حفظتم علي حياتي الله شوف خوش سؤال بس يعني انا ما بي ان اخلي الحلقة كلها حلقة تقنية عن الطب النفسي لكن بعطي جدي لمحات معينة انا اعتقد وهذه واحدة من مشاكلي اذا شخصيا انا رحت حق مواضيع خلافية زين واثرتها الاعتقادي باهميتها ولا زلت اعتقد اهميتها اوكي بس انا اعتقد ان الانفرستركتشر يعني الناس محتاجة معلومات اكثر بساطة يعني يعني الناس ليل حين مفاهمة شنو يعني قلق شنو يعني اكتئاب شنو يعني فصام ليل حين الناس على بالها لما انت تكلم عن فصام كانت تكلم عن واحد عنده شخصيتين زين ان شخصية الصبح شخصية بالليل هذه المبادئ الاساسية في الصحة النفسية يجب انك انت تتوعي الناس فيها قبل لا تروح حق الامور المعقدة المتداخلة مع الدين والثقافة والمجتمع وهالكلام هذا كله المشاكل النفسية اولا لازم نعرف ان المشاكل النفسية مو بالضرورة تكون لها علاقة بالمفاهيم الشعبية عين سحر حسد قلة ايمان ناس وايد يقول لك يعني باعتبار انه في ايات قرآنية تقول لك لا بذكر الله تطمئن القلوب فاذا انت نفسيتك مو زينة معنات انت ما قعد تذكر الله بشكل كافي في ناس تربط موضوع المشاكل النفسية بضعف شخصية قوتها يقول لك اذا شخصيتك قوية المفروض نفسيتك ما تضعف وما يصد عندك خلق وما يصد عندك اكتئاب وفي ناس بعد يربطون الامور النفسية في الامور العقلية فاندهم اي مشكلة نفسية معنات انت عقلك يعني في شيء انت صار عند الجنون هذا كل اللي قلته مو دقيق ومو صحيح واقدر اقول لك ان بعد 23 سنة من ممارسة الطب النفسي اكثر من 96 ل 97 بدمية من الناس اللي انا شفتهم في عملي هم ناس حالهم حالي قلق حالك حالهم على قولة ها 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 حالهم حالي يعني ناس عادية عندهم ظروف معينة وصار عندهم قلق شديد وصار عندهم اكتئاب وهالكلام هذا كله واضطروا ان يلجؤون للطبيب النفسي في هذا الموضوع الان فيما يتعلق بالفصام اللي سئلت عنا اختنا وعلي الفصام هو مع الاسف مرض من الامراض المزمنة اللي يصير فيها حالة من التدهور المستمر حتى لو انت عطيت الناس علاج يعني العلاج ما يسوي علاج أو ما يسوي شفاء من الحالة هذه يصير فيه تدهور في القدرات العقلية حتى كانوا يسمونه قبل 100 أو 120 سنة الفصام يسمونه الخرف المبكر الملامح الرئيسية في هذا المرض هو وجود أوهام انه انا مراقب انه انا في احد يبي يضرني انه انا مو انه انا عندي شخصيتين زي وصاحبها احيانا تهيئات يعني انه اسمع صوات اتكلمني اشوف اشياء مو موجودة على ارض الواقع هذه الحالة الذهانية اذا كانت مزمنة احنا نسميها الحالة الذهانية اذا كانت مزمنة طولت اشهر وبدأ يصاحبها انه انت مو قادر تروح دوامك مو انت قادر تقوم بمسؤوليات حياتك كالمعتاد وهالكلام هذا احنا نسميها فصام وتحتاج الى علاج دوائي مو تحتاج الى يعني علاجات روحانية مع كل احترام نحق الامور هذه يعني ممكن انك انت تستعين في العلاجات الروحانية وكذا بسترى ما راح تكون بديل عن العلاج الدوائي لان الخلل عضوي خلل عضوي خلل في مادة الآن راح تتفاجأ وتلاقي ان الكثير من الاضطرابات نفسية الخلل فيها ايضا جزء منه عضوي يعني القلق الاكتئاب لا علاقة بنقص في مادة في الدماغ اسمها السيروتونين اللي احنا بثقافتنا الشعبية نسميه هرمون السعادة فهذا مرات نتيجة الجينات الوراثية مرات نتيجة الظروف للانسان يمر فيها سوانه هو صغير او هو كبير يستنفذ مخزونة من هرمون السعادة زين الى اي مدى يعني الطفولة تأثر على شخصية او كهذا سؤال يمكن حميق يا بيلا بس الى اي مدى ظروف الطفولة تأثر على شخصية الانسان انا اقدر اقول بنسبة خمسين لستين بالمية زين ظروف الطفولة و وأربعين بالمية الجينات الوراثية وعشرة بالمية اللي يصير بعد الطفولة تخيل والله كل هذا تخيل يعني كلها ارث اللي انت قابل تعبر عنها الطفولة هي اللي تحدد انت شلون قابل راح تتعامل مع الظروف اللي راح تيليك في الحياة انت اذا نشأت مع اسرة الاسرة هذه قلقة راح تكتسب منها عادات معينة فانت تعامل مع الدنيا يكون السمة العامة في القلق انت تعلمت شفت امك ابوك يتعاملون مع الدنيا بالحذر الزايد اذا الطريقة الصح للتعامل مع الدنيا هي الحذر الزايد انت شفت امك ابوك بالنوع اللي يستسلمون عند اول ازمة اذا الطريقة في التعامل مع الازمات هو ان اول ما تصير فيك الازمة تستسلم هذه الأمور صور نواطية تنزرع فيك فبالتالي تشكل طريقة تعاملك مع الضغوطات وحتى تعطيك أرقام معينة بعد الناس اللي يفقدون أحد الأبوين سواء عن طريق الانفصال الواقعي أو الانفصال بالوفاة انفصال يعني الطلاق أو الوفاة أو كذا قبل سن الهدعش بعض الدراسات يقول لك احتمالية إصابتهم بالقلق والاكتئاب تالي في حياتهم تندبل فبالتالي كل الأشياء اللي يصير في الطفولة هذه الأزواج اللي يقول لك إحنا متفاهمين على الانفصال وهذا ما راح يأثر على حياتنا وعلى عيالنا وإحنا على وفاق رغم الاختلاف يقلل من التأثير لكن لا يلغي لا يلغي أبدا زين خالد درويش ويانا ألو ألو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله أبو يوصف شونك أهلا وغلى الله يحفظك خير الله يعطيكم العافية الله عافيك ماضية بس أل الدكتور شوي دكتور حوار ويات أنك تشوف برازيل 82 إيمانين إياك الله إياك الله هذا الله هذا العزيز تطولي بأمرك دكتور الحين احنا بالمجتمع دايما قاعد نشوف لو تسمع أي مكان تتخلصيش فيه فلان قالوا فلان هذا مريض نفسيا مثل لا تكلمة تعبان قالوا هذا مريض نفسيا مرحق من شيء قالوا مريض نفسيا نزي احنا بنشوف دكتور الإنسان قاعد يتصرف حسب اللي قاعد يشوفه جداما أكو أشياء تستدعي الفرح يفرح الإنسان يغضب رح يغضب زين شنو العوامل اللي قاعد يمر فيها بشكل الحياة اليومية زين ياخذ فترة زمنية وبعدين يسلاشة أكو بعضهم لا رح ياخذ فترة طويلة بس احنا وين ينقول نقول متى يحتاج الانسان هذا علاج نقول هذا خلص هذا نريض نفسيا ايه وزين العلاج احنا نقدر نقول كل إنسان يعاني من هذه الاضطرابات خوش سؤال خوش سؤال هذا الانسان ما احترامي لكم الانسان سوي يميز هذا خطأ هذا صح ايه فهني اللي يصير ان الانسان ياخذ وقت فترة طويلة اذا لقى نفسه فاقد السيطرة على نفسه اعتقد اهني دكتور يحتاج علاج هل العلاج هل هو دوائي او علاج سريري او الى اخر انت ابخص بهذا الدكتور نعم الله يعطيكم العافية شكرا شكرا السؤال اذا انا فهمته من خالد هو سؤال وايد مهم احنا كلنا معرضين لتقلبات النفسية كلنا ممكن يكون عندنا يوم سيء زين نفسيتك مو زين لانه خبر مو زين سمعته او قلق بشأن شغلة معينة انت متوقع حدوثها اليوم اوكي هل هذا اضطراب نفسي متى نقدر نقول عن هذا القلق او هذا التقلب في المزاج او هذا الهبوط في المزاج انه اضطراب نفسي شوف بالطب النفسي وهذه مشكلة الطب النفسي الطب النفسي لا زال طب النفسي عندها مشكلة مني حلها انا حلها الزمن ان شاء الله وحلها اللي قا يشتغلوا فيه شوف الطب النفسي يعتبر مجال لا زال وليد داخل عالم الطب يعني انت تتكلم عن مجال عمره بالكثير 120 سنة 120 سنة هذي في عالم الطب الطب انكتب فيه من 3000 سنة زين ابو قراط ورابعة من ايام القريك القدماء اوكي ف120 سنة وبهال120 سنة كان فيه الكثير من المدارس والنزعات فبالتالي حتى طريقة تفكيرنا في المشاكل النفسية تغيرت في 120 سنة هذي اوكي وتغيرت بشكل من اقصى اليمين لأقصى اليسار يعني مو انه كان بشكل تراكمي لا لا صار فيه شفت من مدرسة يسمونها مدرسة تحليلية ليل مدرسة اللي يسمونها مدرسة البيولوجية من فرويد وربعة ليل جماعة اللي يقول لك لا هي المشاكل النفسية عبارة عن اختلال كيميائي فقط في الدماغ المشكلة في الطب النفسي انه ما فيه ادوات موضوعية للقياس بمعنى انا ما عندي تحليل دم الحين بو يوسف يبين لي اذا انت عندك اكتئاب ولا عندك خلق ولا عندك فصام ولا هالكلام هذا كله مجال التحاليل المتفق عليها في عالم الطب النفسي محدود ابي اشوف اذا هذا قاعد مدمن او متعاطي لمادة معينة نعم ابي اشوف اذا عنده مشكلة صحية مسببت له يعني انعكاس نفسي اقدر اسوي له بعض الفحوصات لكن اني اعرف ان هذا عندك اكتئاب ولا قلق ولا توتر من ورا الفحص معين ما عندي اشعة معينة ما عندي ميزانه وقفك عليه ويبين عندي اش كثر انت اليوم مكتئب في ايبك المر الياي اشوف اش كثر نزل اكتئابك ايضا ما عندي اذا التشخيص يخضع الى اللقاء الشخصي الى اللقاء الشخصي والصورة الكبيرة عشان شذي احنا عملنا يقترب من عمل القضاة تحدد اسمع القصة ونرجح الاحتمالات ونقول يبدو ان القصة ما شبه الاتجاه اذا كان صاحب الشان غير متعاون او يتذاكى في اجاباته بحيث انه يعني يحاول يعرض شكل مختلف عن يعتمد ابو يوسف على انت قعد تتعامل مع شنو يعني انا لما اتعامل في عيادتي الخاصة اوكي غير لما انا يطلبوني في المحكمة عشان احدد المسؤولية الجنائية لشخص ارتكب جريمة قتل مثلا في العيادة الخاصة تم استعانة فيك في النوعية من القضايا انا كنت رئيس قسم الطبي في مستشفى الطب النفسي سابقا الكثير من قضايا القتل كانت يعني بتوقيعي مسؤولية كبيرة طبعا جدا وبعدين لما استلمت رئاسة قسم الطب النفسي في جامعة الكويت بعدك برت المسؤولية وغالبا القاضي ياخذ برأيك العلمي ويعتمده ولا قد يخالفك هو القاضي بالنهاية بالقانون يسمونه الخبير الاعلى الخبير الاعلى له ان يأخذ باي رأي من آراء الخبراء حال التعارض يعني يرجح هذا على هذا لكن في الامور الفنية القاضي تقريبا يعتمد بشكل كامل على ما يأتي من تقارير فنية بس في حال اختلاف التقارير الفنية ممكن يلجأ الى ان يا اما يرجح واحد على واحد او يطلب تقرير ثالث عشان يفصل ما بين التقارير المختلفة فارجع ويقول لك يمكن يهي واحد يذاك علي نعم ممكن يهي واحد يذاك علي بس اذا انا بعيادتي وانت يا ايلي وقعت ذاك علي لانا قد يكون هذا الشخص مرغم من زوجته من أخوه من أمه من أبوه وارد روح وتصير يدق عليك وانا بدزلك ولدي بدزلك يعني بنتي فهذا الشخص اللي اياه الحين عنده ضغوطات يبيل بيها بالمقابل القديم ما يكون صادق عشان شيء مهم جدا انك انت تحاول توفر بيئة آمنة لما تقابلهم وتفهم انك انت مهني عشان تحكم عليه او تتحالف مع اي احد ضده فبالتالي كثر ما كان صريح معاك كثر ما انت تقدر تساعده ابي بس نقطة واحدة عشان يا أستاذ خالد متى نقدر نقول ان هذا التقلب في المزاج او القلق او التوتر او الاكتئاب اصبح مرض نفسي بحاجة الى انك تروح تشوف طبيب لما تبدي وظائفك المتوقعة منك في حياتك اليومية تتأثر بمعنى انا اذا والله مزاجي مو زين لكن انا قادر ايه المرينة واطلع ديوانية وسولف واطلع من هنا بعدين اروح امسك عيالي وجاب لهم ووديهم مني ومناك ورد انام بالوقت الصحيح وكذا صح انت عندك مزاجك مو زين بس ما نقدر نقول ان عندك اضطراب نفسي لان قدراتك على القيام بالمهام المتوقعة منك ما تأثرت فاحنا نحتاج ان قدرتك على القيام بالمهام يتأثر هني نقدر نقول ان لا بدأ يصير عندنا اضطراب نفسي قبل مو الختام قبل ان اطلع برايك عندي سؤال من شخص يعني يقول شلون نتعامل مع مشكلة المتجنب غير المبالي فيما يخص الزواج هل هذا الامر ايضا يتعلق بمشاكل في الطفولة غير مبالي بالزواج نعم يعني ما يبي يتزوج ما يبي يتزوج الاعتبارات شافها يعني في طفولته وايد سؤال واسع بو يوسف يعني انا ما بيتوسع بس ممكن يكون ميولى الجنسية وترى هذه مشكلة عندنا موجود بمجتمعاتنا كثير من الناس ما يعبر عن ميولى الجنسية وها يعني ممكن ينطيح بمشاكل كبيرة فتلاقي هو ما عنده ميول جنسية للجنس الاخر لكن يجبر اجتماعيا على انه يتزوج فتلاقي يتهرب من موضوع الزواج فبعضهم يكون عندهم مشكلة في الميول الجنسية بعضهم من التجارب السيئة اللي يمروا فيها في حياتهم يعني نموذج يجد زواج الاول في حياة في حياة كل انسان هو زواج منه ومن نوبونا فبالتالي إذا كان النموذج هذا في وايد مشاكل ممكن يأثر على العيال ويخليهم وايد يترددون من عمرية الزواج فنرجع ونقول التجارب اللي نمر فيها وإحنا صغار وايد أثر علينا وإلى أي مدى موضوع يعني تداخل المؤثرات الخارجية مثل الصور النمطية عن الزواج في الفن وما يعكسها يعني غاء يعني نادرا ما تلقى قصة رومانسية تشوف فيها الزواج بحبابته وأجواء العادية اللي بين أي زوجين لكن دائما فيها مشاكل وخيانات فبالتالي يقول لك هل ليه بالبحر وهو له لأن الأفلام العربية بو يوسف ترى تنتهي عند لحظة الزواج زي هو الفيلم الصجي يبتدي بعد سواء فاصلوا راجعين وعلى طاري حوارنا يعني تنطبق على إغنية نوال أنا والدكتور سليمان الخضاري أعتقد في هذا الحوار ساعة ثنتين ودقيقة وحوارنا مستمر مع الدكتور سليمان الخضاري استشاري الطب النفسي ويعني الناشط في وسائل التواصل الاجتماعي في رسالة التوعية النفسية من جانب آخر هو شاعر وهذا الأمر اللي ودنا ان تطرق لها في القادم من الدقائق دكتور في باي بولار ديس أوردر طراب ثنائي القطب هذا ليش في أغلب أو في بعض المبدعين اللي لهم إسهامات في البشرية أصيبوا بي تم تشخيصهم بهذا المرض وشلون هو مريض مبدع أنا بتفسير العلمي لهذا الأمر شلون ترى يمكن هو مبدع لأنه مريض نزيل يعني طبيعة المرض نفسه خلنشرح للناس شنو هو ثنائي القطب تمام ثنائي القطب باختصار هو اضطراب مزاج إحنا لما نتكلم عن الاضطرابات النفسية عندنا أنواع متعددة عندنا شيء اسم الاضطرابات الذهانية اللي الإنسان ينفصل فيها عن الواقع ويبدأ يتخيل أشياء حلو عندنا اضطرابات الاكتئاب عندنا اضطرابات القلق عندنا الوسواس القهري عندنا الإدمان عندنا 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 وعندنا شيء اسمه اضطرابات المزاج شنو يعني اضطرابات المزاج هي الحالة اللي المزاج فيها يرتفع بشكل حاد ويستمر أيام متواصلة مو أثناء اليوم أنا مزاجي اليوم الصبح مستعسر وبعدين مزاجي صار حلو وبعدين رد استعسر مو هذا نقع نتكلم عن ارتفاع حاد في المزاج يستمر أيام وكأن الإنسان ما أخذ مخدرات يعني هايبر مقادر يقعد تعرف أو سامع عن المخدرات اللي يسمونها التيبر الكبتي والشبو وهالكلام هذا بس بدون استخدام مخدرات يعني حالة تشبه تعاطي هالمواد هذه مزاج يصعد حيل يبدو الإنسان يشتغل بدون توقف يتكلم بدون توقف ما يحس بحاجة للنوم نشاطه زايد أفكاره الإبداعية تزيد وهالكلام هذا كله هذا الشخص معرض أيضا أنه يصير عنده لما تروح منها الحالة أنه يصير عنده هبوط حاد في المزاج أنه يصير عنده اكتئاب بس الاكتئاب شديد أكثر شدة من الاكتئاب العادي اللي يصير فيه ناس ما يصير فيهم هذا الارتفاع الحاد هذه الموجات اللي يرتفع فيها المزاج هذه وايد يصير فيها أفكار خلاقة لأنه مقع ينام وتيه لأفكار متسارعة فتلاقي كتب قصيدة في هذا الوقت رسم لوحة في هذا الوقت كتب بداية قصة في هذا الوقت عشان شريحنا عندنا مثلا وايد من الناس يقال أنه كان عندهم بايبولر صلاح جاهين الشاعر المعروف عندك إيرنست همينغوي اللي كان عنده ماقذ جائزة نوبل في الأدب عندك الممثلين ما اسمه هذا الكوميدي اللي انتحر بالنهاية هم كوميدي أمريكي نسيت اسمه كان عنده بايبولر أكيد يعني أنه عنده بايبولر كاثرين زيتا جونز اللي المثل المعروفة عندها بايبولر طبعا زوجة مايكل دوغلس مايكل دوغلس فان جو روبين ويليام روبين ويليامز عفيا أبو الضابط اللي انتحر بعدين فيه أثناء نوبة اكتئاب حادة فان جو رسام المعروف زين أيضا كان عنده بايبولر فمتأتي نوبات إبداع مالتهم لم يصير عندهم نوبات الهوس الارتفاع حاد في المزاج وما ينامون وهالكلام هذا فهني سنو السبب العلمي بهذه الحالة مو معروف بدقة يعني تبيني أقول لك هذه هي النظرية الصلبة اللي تفسرها الحالة مو معروف حتى هذه اللحظة لكن عندنا بعض الأشياء اللي نعرفها فيه اختلالات في الكيميا مالت الدماغ فيه جينات وراثية اضطراب بالبيبولر من أكثر الاضطرابات اللي يتم توارثها عبر الأجيال عشان تجديد تلاقي من النادر إن شخص فيه بايبولر عائلته ما فيها بايبولر فبالتالي فيه بعد وراثي فيه بعد متعلق في الكيميا مالت الدماغ يعالج يعالج وممكن تعيش مع حياة هذا من الأمراض اللي ممكن تعيش مع حياة طبيعية ولكن حالة حالة الضبط أو حالة حال السكر خذيت علاجك أمورك زينة ما خذيت علاجك ضغطك يرتفع عدل نفس الشي هذا إذا خذيت علاجك أنت أمورك زينة والعلاج يحد من الأبداع آه ما هذه تقعد تسر خوشس إليه زين؟ وايد ناس يوقفون الأدوية لأنه يحس أنه فقد الحالة الإبداعية اللي عنده يقول لك أنا خذيت الدوة صح مزاجي ما قعد يصعد فوق زيادة عن نزوم وتصرف تصرفات أندم عليها بس أيضا قمت أفقد الجانب الإبداعي اللي هو قصيدة اللي أكتبها اللوحة اللي قاعدة أرسمها القصة اللي أنا قاعدة يعني بادي بتأليفها هذا كله راحت الأفكار لأن هذه الأفكار تيلي وقت فبالتالي بعضهم تلاقي يبدي لخبط بأدويتها عشان يحصل على هذا الارتفاع عشان يبدي يكمل في الإبداع ماله فهذه يعني واحدة من المشاكل مالتي باي بولر عندنا صورة أنا بيشوفها الدكتور إذا كانت جاهزة زواجي من أحمد حلمي استمر 22 سنة لأننا ما بنشوفش باعد كتير وأنا زكي مصرحة هذا التصريح شنو يعني هل كلام واقعي يسقط على العلاقة؟ يعني أنا أنا يسقط عليه شخصيا أنا 25 سنة توني محتفل فيها بس لأنني أنا وميوسف ما ما يشوف بعض على نهاية اليوم لأنني أنا قاعدة أشتغل من الصبح لليل عصر لليل خلص عياتي بعدين نرجع نتكلم في شؤون الأسرة طبعا إحنا هذه مو قاعدة لكن تذكر بداية الكورونا لما الناس نحكروا في بيوتها شلون طلعت عندنا أزمة طلاق كثير ومشاكل اجتماعية وعنف اكتشفوا بابا حتى بالضبط زين لأن كثير من الناس مشي في الحياة الزوجية خلص هي ما يشي أجري لكن لما أني أنا انجبر على أني أنا أقعد وأتحاور مع الشخص أقول أنا شبلشت عمري خصوصا أن الزيجات عندنا في في مجتمعاتنا في كثير من الأحيان تبدي في أعمار وايد ببكرة فالعمر لليل حين أنت مو عارف نفسك فيه وغالبا تكون مدفوعة بالرغبة أو بالثورة الهرمونات الجنسية وهالكلام هذا فمن تطفي هالموضوع هذا تبدي تكتشف أني أنت ضيعت عروحك فرص ثانية وايد أني أنا ليش ارتبط بهالشخص هذا ما هذه ممكن تفهمني أكثر أو هذا ممكن يفهمني أكثر أو هذا ممكن يحقق لي أحلامي أو هذه ممكن تكون فتاة أحلامي ليش تستعيلت وزوجت وأنا ما عندي خبرة وأنا صغير عشان شي تشوف أزمة منتصف العمر بعدين تصير هذه عملية الأربعينات والخمسينات وهالكلام هذا فأحمد حلمي حالته منطقة على حالتي بس ما أدري على الكل ولا لا ما أدري جميل دكتور يعني بعيد عن هويتك شلون تنفس أنت وسط هذه الضغوطات شنو الحتة ماتك مساحتك اللي تستمتع فيها مع ذاتك وممكن أنت يعني المنتوج هذا يستمتعون في الآخرين شوف وائد ناس على بالهم هي وائد يعبع أو عفوا مهنتي يعبع علي باعتبار أن الطب نفسي وأن أنا أقعد أسمع شكاوى الناس وهالكلام هذا ما تشيل سلبية من كثير ما تسمع أكيد 100% في قصة من القصص تأثر فيك أكيد في شيء يعني يقلب يومك 100% بعض التفاصيل تكون مزعجة لكن أثناء تدريبنا في مهنة الطب النفسي كان السؤال اللي دائما أول ما نطلع من مقابلة أي مريض ننسئل من قبل أساتذتنا هو شنو كان الشعور المسيطر عليك وانتا قاعد مع هالشخص هذا فعلمونا شلو ننصيد مشاعرنا حتى إذا ما تصير مشاعرنا سلبية ونقعد نحللها إن ليش أنا مشاعري صارت سلبية وأنا قاعد أسمعها القصة هل لأن هالشخص ذكرني بقصة شبيهة صايرة بحياتي دكتور النفسي يقدر يعز المشاعر مو أمية بالأمية شوف بس هذه في لها يعني تكنيك تدريب تدريب أنت تقدر من البداية تشيل أمية كيلو بالنادي ما تقدر بالبداية بتشيل عشرة عشرين ثلاثين لما توصل للأمية وبعدين حتى لو تدربنا عشر أشخاص أنا وعشر أشخاص تدربنا بالنادي فينا واحد رح يوصل للأمية كيلو مو كلنا رح نوصل تفاوت القدرات تفاوت القدرات سالفة الحياد الكامل مو موجودة في عالم الجنس البشري أني أنا أقدر أني أنا أفصل ثقافتي وتربيتي وتجاربي في الحياة وهويتي وأنا منه وكل شيء تماما من تعاملي مع الشخص الجدامي هذه يعني مثالية مو موجودة على الأرض الواقع زين أرجع مرة ثانية وشلون تنفس عن هذا الأمر أنا شخصياً بيوسف يعني أحب السفر زين بين فترة والثانية أين أنت تحب تروح؟ أشوف أنا ما أروح أماكن بعيدة يعني أنا ترى استاحش مع أني أنا درست في كندا وايد بعيد وبنتي في استراليا زين وايد بعيد أنا ترى أحب أني أروح الأماكن اللي وايد قريبة من البلد يعني أروح دول خليج أروح مصر أروح تركيا حتى في أوروبا يعني يعني أبعد ما كانت لقيني قاعد أروح أوروبا وإن كان الحين ما أدري هذه أزمة من تصف العمر أني أنا أبي أستكشف أماكن ما رحت لها فمنمر على قولة إخواننا المصريين على أمريكا الجنوبية وما أدري متى ما أحققها هذه فالسفر أنا مخصص يوم في الأسبوع يعني حق أسرتي من الصبح لي بالليل يعني نعوذ فيه شوية إنشغالاتنا بعض الهوايات مجموعة صغيرة من الأصدقاء وهذه ترى تصير مع العمر تكتشف أن وايد من العلاقات اللي في حياتك هذه علاقات بس هذه مو صداقات أنت كنت تعتقد أنها صداقات فتكتشف مع العمر أن العلاقات ذات الجودة العالية اللي تقدر تسميها صداقات ترى أنت بحظوظ إذا كان فيه اثنين أو ثلاثة تقدر تصوفهم النخبة النخبة هذي العاد الرابع اللي ما في مثلهم هذينا ها فيعني قاعدت إكتار فضولي من هو من هو مجموعتك خالد الصالح دكتور خالد الصالح نعم المسي عليه بالخير زينا ومجموعة من الأخصائي النفسيين وجوف أنت وخالد الصالح يميزكم عندكم يعني خطين في البعد أو الخيال اللي عندكم تشتركون فيه بس كل واحد خياله لهوية مختلفة صح خالد يعني مع حفظ الألقاء بدكتور خالد يعني عنده هذا الميكس ما بين الطرافة الطرافة الكويتي والثقافة شوية حتة المصرنة عنده شوية عالية متابعته للأفلام الأغاني يعني يحب محمد عبد الوهاب طبعا طبعا عنده هذا الدمج يوصل لك أحيانا يعني كونسبت عن طريق هذه الطرفة أو هذه كلام عميق لكن في وسطه في كلام ما بين السطور أنا من المعجبين في خالد يعني شوف ودائما أقول له أقول له أنت مدرسة في اللي قاعد تكتبه وعلى فكرة ما دي ذا هو يوم الأيام التقيت فيه أو التقيت فيه أكلمك عن أنه كان عنده مشروع عمل فني مع أم سوزان الأستاذ حياتف لا والله ترى يطلبوا منه يوم الأيام أنه يكتب عمل كوميدي مسلسل يقدر يقدر بس هذه مشكلة خالد مو متفرد خالد ما عنده الواهز يقعد يجابل وهالكلاب خالد يحب أن يكون طير حر ودائما يحب السفر أكثر مني وايد فالحين قبل تفاجأت تقع عليه عشان نلتقي أكتشف أنه مسافر في أوروبا نستغل عطلة راس السنة الهجرية ومسافر أي عطلة يمكن يطلع يغير جو يقب يقب فبالتالي خالد يعني ترى هذه ما تحس أنه فيها يعني حق الشخص المعطاء تحس أنه هذه فرص للريكافوري أنه يرجع وضع الضل دائما فتحت حتى لو هي أكوك وينز في حياته أمية بالمية من ضمن الأشياء الثانية اللي أنا أسويها هي الكتابة زي أني أنا فترة وصلت خير هي فترة فترات كنت أكتب يعني حتى مقالات في جرائل وهالكلام هذا وأحسن الحمد لله أني أفتكيت من هالقصة هذه لو ما طلعت من عالم الكتابة الصحفية ما أدري يمكن أرجع لها في يوم من الأيام كان يمكن ما كتبت أو ما حطيت اسمي على الأغاني أو ليس فيت كونفلكت اليوم يوم الاعترافات ها شوف أنا كان يوم من الأيام ربع يعني قصين علي ومقنعيني أن أنا أنفع أني أنا أديش في السياسة زي فأنه نبي نبيك تصير مرشحنا ليبرال وكذا ونبي واحد يعبر عن آراءنا وبقوة وبصراحة يعني بجرأة وهالكلام هذا كله فبقيت أخوذ في العمل السياسي معترك ما ده الشيء ما نزلت انتخابات كان في مشروع نزول في الانتخابات قمت أشوف الموضوع هذا قام يقيدني لأن ما تقدر أنك أنت تعبر عن كله فكارك لازم تجام الرأي العام ما يطلبوه ما يطلبوه زين باشر شلون انت بتصير كاتب غنائي ومرشح مجلس الأموة مثلا يعني في ناس وايد راح يقول لك طالع يعني ما راح يأخذونك جدية أو راح ينتقدونك من هذه الزاوية هذه فكنت أشعاري كلها أكتبها واحتفظ فيها لنفسي وإيدي تحكني ودي أقول حق الناس يا جماعة هذا المنتج جمالي بس بنفس الوقت مقيد من خلال المشروع السياسي اللي كان اللي كان عندي عشان شذي يوم قررت ووصلت لقناع أن أنا لا تصلح لي ولا أصلح لها زين أطلقت السراح لهذه النصوص وكانت بعض الأعمال اللي شفتوا بعضها زين إذن أنا بنروح يعني أغانيك بنروح حق شفت الزعل هي أول غنية آه شفت الزعل أول شي شنو الأغنية اللي تحضرك الحين تقدر يعني تقول كلامها شوف أنا وائد من القصائد مالتي أحب أني أنا أحفظها عشان ألقيها بطريقة معينة أنا كتبت لك هذه مغنية كتبت لك نص تسمعه هذا بس مغنية مو مغنى هذا مو مغنى يلا نسمح يعني هذه من كلمات الدكتور سليمان الخضاري ما جادت في قريحته قبل الحلقة وبيقولها هذه أول مرة تنقال أول مرة تنقال أول مرة تنقال هذه حق بيوسف طبعا بس قبل الله أقولها أن أنا وايد تعلمت من أساتذة كبار أن الشعر له مدارس والشعر الحر قصة والشعر الغنائي قصة وهالكلام هذا كله عشان شدي يوم ييت أني أترجم هذه الأفكار إلى قصيدة التزمت بقواعد القصيدة اللي أنا ما كنت أعرفها اللي يعلموني إياها أساتذة مثل الأستاذ عبدالله القعود الأستاذ عقوب الخبيزي الأستاذ أحمد حمدان كلهم قلوا معي قالوا لي خوش كلام قاعد تكتب بس لازم يعني تكتب بناء على الطريقة السائدة اللي هي المذهب والكبليه الشعر الحر هذا كان ممكن يتغنى في زمان سابق لكينا الحين الدنيا شوي بدأت تتغير فاكتبت لك هذا النص روحي سحاب روحي سحاب دامك عنا روحي حبة هالعذاب ورد روحي ينتظر حبك مطر شوقي عيني الناعسة وانت النظر ارجع ترى احتاج نفسي اللي ارحلت وسقي حروفي اللي اذبلت ما يلهوى يا جرحي المر الغزير انت الدوة ارحم فؤادي اللي اكتواها بجمر الألم واكتب على وجه القمر دكتور كلمة نعم واعزف على روحي نغم ما عادي شي غيرك مهم ما عادي شي غيرك مهم صح لسانك دكتور هذي يعني القريحة شلي يعني شلون شلون طقوسك في الكتابة يعني هذي هل هي من يعني قصص حقيقية كلام يعني قصص سمحتها قصص عشتها يعني لأن الكلام فيه يعني في في استشعار بقرب هذا النصف الآخر شوف انت الحين راح توهقني مع ميوسف لا بس الفكرة هي ان انا اتفاعل وايد مع القصص اللي انا قاعد اسمعها ففي وايد من القصص هذه او القصائد مستوحات من قصص اصدقائي مهم ومن قصص مرضاي وقليل منها من القصص أيانة شخصية بس لا تسألني هيا واحدة في يوم زين بروح اليه شفت زعل خلكن تكلم عنها العملاق طلال باغر الملحن المعروف السعودي نعم ملحن لطلال مداح ومحمد عبدو العبادي الجو مرحوم ومات في الكورونا يعني نعم نعم فهنا استغلت الفرصة كنا اقول لأستاذنا انا عندي بعض النصوص انت بعد مدرسة ابيك تقراهم تشوف يطلع مني ولا ما يطلع مني طيب فدزيت لبعض النصوص وفاجأ بعد شم يوم مو انه يرد علي انه يدز لي واحد من النصوص ملحن ومغنى بصوته ويقول لي هذه هدية ترى مني لك انا هالكلمات وايد عجبتني ويطلع منها واخذها وشوف من يبيغنيها خلي غنيها عطاك القايد عطاني القايد وبصوته وبعوده ولعل كان هذا اخر شي طلال باغر لحنه وغنى بصوته قبل الله يتوفر رحمة الله عليه ومن جمالها لازلنا محتفظين فيها كقايد ونعتقد انها تنتمي للزمن الجميل يمكن جيل هالأيام ما يستسيغ هذا النوع من الطرب لكن راح تشوف فيها روح الثمانينات وروح بداية التسعينات وأتمنى هتعجبكم ان شاء الله نسمع شفت زعل بصوت ملحنها الراحل طلال باغر ومن كلمات ضيفي دكتور سليمان الله يرحم الملحن طلال باغر ويعني اشوفك صفنت دكتور وانت تسمع ايو الله ايو الله يعني شخصية جميلة وفاجأني يعني بوفاتها بس يعني حركني وانا كنت اسمع العمل يعني مقدار التعب اللي كان بصوته واصراره على انه يقدم يعني هذا العمل اللي عجبه ووايد حسيت باليعني بمقدار من التشريف والتكليف لمن واحد مثل طلال باقر يعني يقول لك انه والله هذا عملك زين او كلماتك زينة تقع تكلم عن واحد من عمالقة الفن السعودي نعم ومن محاصن كورونا يعني انشأت كينات ومجتمعات ما كانت تكون لأولى هذه الظروف اللي صارت القسرية على الجميع دكتور روح الى اغنية جمال دريعي اذكر وعد اذكر وعد يعني الكلمات يعني فيها توجيه شوف انا معظم لغانين اتغنت لي يعني شوف زين طلال باقر حلوة لانها فرايحية يعني فيها نوع من ان تعال خننسى كل شيء ونبتدي من يديد الغنيتين اللي وراهم لا فيهم شوية جانب يغلب عليهم جانب الحزن لان بالفعل هذين المبنيين على تجارب حقيقية تجارب ناس يعني قالوا لي ياها وسواء الاغنية هذه او الاغنية اللي توهن زلت مارد الأستاذ محمد غازي هذين تقريبا انكتبوا تقدر تقول بلحظتها يعني يوم لي سمعت القصة كتبت النص هذا اكيد تم التعديل عليه يعني كنت كاتبها بطريقة الشعر الحر بس بعدين طلب مني اني انا احاول اني اضبطها بطريقة انه تكون مذهب وكبلي بس يعني هي قصة مكررة من قصص العشم العالي اللي تكتشف فيه ان الوعود تنعطف اوقات سهلة لكن الحياة تخلي الانسان ما يلتزم بالوعود مالتا نعم هي من انتاج عبدالله القعود من الحان الاستاذ والحان استاذ عبدالله القعود توزيع احمد فؤاد ميكسو ماستر منتظر الزاير ووتريات كارلوس ترينجز والناي احمد خيري والقانون محمود عامر والقيتارات صديقي العزيز امين الفكهاني فما شاء الله يعني اسماء كبيرة نجوم نجوم اذكر وعد يوم انك قلت يوم انك انت قلت لي ان انا لك وان انت لي الله هلنسمع اذكر وعد طبعا بصوت الفنان وهذه ثاني اغنية سمعناها لجمال دريعي من كلمات الدكتور سليمان الخضاري دكتور الحين يعني لمن عندك مفاضلات بينهم في واحدة تحس اقرب من الثانية كلهم كلهم نحب كل شن حلوات بس في واحدة تحس انها غير تلامسك يعني تلامسني على المستوى التجربة الانسانية انا مريت بالقصة هذه يعني قريبة منك قصدي يعني منو فيهم صدك كلهم عيالي اطالعهم شذي بهالطريقة هذه انا ليه الحين ما عندي الرصيد الكبير اللي خليني اشوف انه هذي اللي سكت على الكل بس انت الحين خاص عندك يعني مو وحدة ولا ثنتين انت حين تحديدك ثلاث بس يعني خاص صرت مجموعة مجموعة انسان يعني شوف كل واحدة فيهم لها يعني نكهة معينة طلال باغر بالنسبة لي كان شهادة لي اني انفع من شخص قامة كبيرة فهذه مثل شهادة تخرج زين يعني انا اعتبرها هذه الغنية شهادة تخرج ان انت تقدر تكتب في هذا المجال العمل مع عبدالله القعود اول عمل تسجل فبالتالي عبدالله القعود واول عمل زين والنعم جمال زين بس تكلم عن استاذنا كلنا عبدالله القعود زين فبالتالي يعني انما يطلع لك اول عمل هذا بروحه يعني يصير مطبوع عندك في الذاكرة هذا العمل الاخير صار لنا نطبخ فيه سنة 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 على كثر ما هو مقطعين ومحمد غازي انسان جميل 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 جدا وما تتخيل احساسه لا لا ما تتخيل محمد يعني مجرب ما تتخيل يعني وكل شوي وطاقته ايجابية جدا جدا ويدزلك يقول لك ها هالكلمة شرايك في هال يعني انت انا مو ملحن فلما محمد يدزل يقولي شرايك في هال لحن ويعدل وكذا يعني يحترم الناس اللي قاعد يتعامل معاهم فبالتالي سنة كاملة وقعدنا ببيته زين اكثر من مرة واحنا ندندن مع بعض لما نطلع فبالتالي كان فيه فترة انتظار تعرف شده فترة حمل نعم زين فبعد فترة حمل يتلولاده يا توم مقطعين مقطعين زين شا اللي اخرها السنة سنة وايد اللي اخرها السنة يعني انا اعتقد ظروف انتاج وايضا سبحان الله كان من مصلحتنا التأخير لانه غيرنا في الكلام بعض الشيء يعني انت ما تصدق الغنية هذه اساسا المقطع الثاني فيها هو المقطع الاول زين بس قاعدنا مع بعض قلنا لا نعكس نعكسهم خلي المقطع الاول هو يعني المقطع الثاني هذه رؤية يعني محمد محمد غازي رؤية محمد ولما غناها وهذا يا من بعد التأجيل يعني احنا كده بادين بالمقطع الاول بعدين مع التأجيل تعرف لا بيقولك كل تأخيره في أخيرة صار تغير وبالعكس طلعت الغنية اسمها من المقطع الثاني لاننا غنيناه في البداية حالك حالهم حالك حالهم انت بهالغنية شنو القصة بس قولنا يعني تخاطب فيها منه طبعا خطاب نوع من اللوم انه انسان بعد ما مره بتجارب سلبية مع ناس كثيرة فكر ان هذا الجديد في حياته مختلف عن التجارب السابقة بس مع الاسف ثبت لنا الطبيعة البشرية واحدة وخيبوا امله مثل ما خيبوا امله اللي قبله فبالتالي كتب هالكلمتين مستمرين في حوارنا مع الدكتور سليمان الخضاري دكتور ان شاء الله عجبتك بس جميلة حبيبي جميلة جميلة وصراح محمد تعبان على التفاصيل التفاصيل في لغمية حدا اي والله اي والله دكتور اذا يعني بس نرجع مرة ثانية في نبي نسمع شي ما تغنى في عندك شي ما تغنى اي تستحملني اذا القصيرة شوي طويلة نخلص قبل المغادر اي تذكر على الله ازاي الوقت وقتك نقول هذه اللي هي شلي تبين شلي تبين اي كل شي كتبي وهذه يعني انا والشي امسي على الفنان القدير عبدالله رويشد لان بعض الاصدقاء المشتركين لما اسمعوا النص كانوا يعني مستمتين على ان يعطونا للفنان عبدالله رويشد لكن يمكن الظروف الصحية والاصارات الله يقوموا بالسلامة ورد لنا بالسلامة يا رب امين شلي تبين شلي تبين يا اجملاهات الهوى واحلى غصات السنين شلي تبين شلي تبين يا دمعة مختلطة بفرح ويا ضحكة القلب الحزين شلي تبين من بعد ما غبتي انا حيلي انقطاع صبري جزع والنور غادر بسمتي واصبحت في نفسي سجين شلي تبين أكثر ألم أكثر أنين ما تذكرين يوم قلتي لي زمان انج نويتين انتهي وما ترجعين ودمعتي ذاك المسة ما هزتك نظرة أسة معقولة قلبك لي قسة روحك تشين ما قلتي يا علو عسى دام النواية صافية ربك شعين شلي تبين ننسى الألم واللي جرى وهل يا ترى يرضى الزمن يرجع وره ونخبره إن الهوى وإن الحنين ما زالوا في نفس المكان لا زال قلبي لجأبين هذا الذي انت تبين ترجعين حياج بس فيني بعض من كبريا وبدعي إني رزين وسوي روحي ما أبي واحلف يمين وقول لا لا تحاولين أقول لا لا تحاولين مكابرة وارجوج حتى لو حلفت لا تصدقين لا تصدقين رجعين دكتور يعني اليوم إذا بروح فيك في نفس الدائرة يعني كونك أنت تكتب من يعجبك من كتاب الأغنية يعني كثير تصدق يعني على الرغم من إختلاف الألوان زين بس أنا يعجبني الشعر الشبابي اللي يكتبه علي بغيث إذا ما لدي غلطان اللي وايد يكتب حق بدر شعيبي يكتب حق عبد العزيز الويس وغذية هذه فوفو وكذا الأمور هذه يعني مرات أستمتع بالشعر الشبابي لأنه بس أنا أنتمي لمدرسة قديمة يعني انقرضت قريب جدا يعني لما أشوف النصوص اللي أنا أكتبها أشوفها تنتمي لفترة الثمينات أو التسعينات يعني إلا يتغير المزاج مرة ثانية عشان ترجع يعني هذه النصوص لكن يعني أغلب هذه الأغاني يعني خالدة حتى الجيل اللي ديد لما يسمعها طبعا ما يقدر يعني ينكرها وإن كان مذوقها بسيق الله والله حلوة طبعا يعني تحس أنه عندهم هذا النوع من الانطباع حتى كان بشكل عام طبعا من نهاية هذه فيها اختلاف أذواق أي سعود البابطين عندي يعجبني عندنا أيضا معيال البابطين اللي هزلة يارض لا جاك يتمايل أو فزلة مالة عبد المجيد أيضا معيال البابطين نسيت ولد العم عبد العزيز البابطين سعود يمكن سعود البابطين والله ماضي هو سعود خالد اللي يكتب سعود البابطين اب سعود وفي شاهين شاهين ينتج أغاني لا بعد في واحد ثانمي آل البابطين إذا ما دي غلطان أي ونعم لأن سعود سعود مولد العم عبد العزيز ولد أخو ولد أخو في أيضا ولد العم عبد العزيز البابطين اللي مألف هذه الغذية هذه ما تعد من أجيد أيضا من الكلمات الجميلة جدا يعني اللي لا زال فيها روح الماضي بس روح عبد المجيد عبد المجيد عبد الله المغني مغني الأجيال اللي باقي على كل العصور ما شاء الله على طاري أبو عبد الله الفنان عبد المجيد عبد الله إذا أقول لك يعني من أغانية شنو ممكن تختار كأهداء أهداء ومن وبعد الأستاذ أحمد أنور أنور المجيري إذا ما يغلط شي tooth مجتمعون دكتور شركة إنتاج وإ biodBry Logo حققه حقق الإنت großes ي Keith سيا الفن رهيب يكملهم اظلع الرابع الرم يهدي الأهداء الله يخليك عسى توصل بس إن شاء الله توصل دكتور بس لك شغلة مرة قالوا أنه في واحد قرر أنه يروح يتعالج نفسيا قالوا للجلسة بـ 150 دينار أنا مكتئب لأنه ما بوكي إلا 20 دينار موضوع أسعار الجلسات النفسية هذا مبلع على دراسة السوق ولا الاحتياج ولا الدكتور عنده مصاريف عالية جدا هي دائرة مرتبطة بعضها البعض المشكلة يعني الحديث في الموضوع هذا حساس لكن أنا بقولك اللي أنا أعرفه الأجارات عالية جدا قيمة الأيادي العاملة اللي تعمل في العيادات عالية جدا يعني أعطيك مثال عني أنا الأجار بالآلاف أنت قاعد تكلم عن ما لا يقل عن خمسة إلى ستة آلاف دينار أنت بعج رعياتك زين؟ بالإضافة إلى أنه أنت الحين مثلا أنا عندي مركز للطب النفسي صغير على قدي لازم يكون عندي أربع طباء عشان يترخص كمركز زين الأربع طباء هذين كثير رواتبهم بحصين كل واحد لازم ياخذ على الأقل ألفين إلى ثلاثة آلاف دينار غير أن الوزارة الصحة تلزمك أن أي طبيب يكون معاه ممرضة أو ممرض زين طب نفسي أنا ماني محتاج ممرض قولك لا دام عندك طبيب لازم يكون عندك أربع ممرضين في العيادة زين الأربع ممرضين هذين قبل فترة صار فيه يعني سك باب الفلبين مثلا كان عمالة كثيرة تجينا من فلبين بالتمريض وغيرها نسك الباب فارتفعت أسعار التمريض بشكل ما تتخيله يعني اللي كان العمالة شكل عام الرواتب اللي كانت أربعمية صارت ستمية وخمسين وسبعمية ويا الله يرضى فبالتالي أنت أودك أنك تنزل الأسعار عشان أنك تتساعد الناس بس أيضا منت قادر لأن الأجارات غالية هي دورة دورة اقتصادية كلها قاعدتاك للكل مع ذلك ننبه يعني على الزملاء أنه يعني هم إذا زودتوا بحنية كثرة ما تقدروه زين أنا والله يعني ممكن أنا يعني لجهلي في الموضوع يعني العيادات اللي تقدم كفاءة تتراوح يعني أسعار الجلسة الوحدة من إلى تختلف أنت لما تقول الجلسة لازم نعرف إحنا شيء نتكلم عنه لأن مجال الصحة النفسية في جلسات علاجية حوارية بالكلام وفي لقاء مع الطبيب لقاءات مع الطبيب عادة أن تكون أغلى زين الجلسة الحوارية من خمسين دينار إلى أمية دينار على حسب كل واحد شون يسعر نفسه مع الطبيب؟ مع الطبيب أنا أعتقد أقل طبيب ياخذ في الكويت ستين دينار باللقاء وتوصل عند بعض الأطباء أرقام فلكية يعني أنا سمعت بعض الزملاء اللي ياخذون أمية وخمسين ومية وسبعين دينار يعني على الجلسة يعني شفت شبهة قصد هذا بس شوف خلي أقولك شيء عشان أكون منصف تجاههم يعني اعتبر استثمار في صحتك النفسية لأن الطبيب أنت ما تشوفه ترا كل أسبوع الطبيب أنت تشوفه كل شهرين زي كثرة تشهر لا أميسي أشوفه بالدورة كل أسبوع يعني بالنهاية هي دورة اقتصادية ضغطة على الكل زي ما على الأسف يعني الواحد وده أن الأمور تكون في متناول الجميع لأن الناس بحاجة فعلا إلى خدمات الصحة النفسية قبل يعني أنا أشكرك صراحة على تلبيت الدعوة حبيبي أنا اللي شاكل لك على هالدعوة أسأل لحظك أنا بالنسبة لي يعني الحوار ممتع جدا 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 حبيبي وأتمنى تكون تبادل مننا في شواء ساعتين ما حسنا فيهم يا بيوسف بالختام قلت لي كاتب أنت كلمات يعني قصيدة كلها قيم أو حكم حكم لا تحط لي موسيقى عاطفية بدون موسيقى خليها فلات خليها فلات هذه هذه طبعا اللي طلبها مني الأستاذ عبد الله القعود قال سليمان أنت ليش ما تجرب تكتب بعض الأحيان عن القيم بشكل عام أو والحكم بشكل عام مو إلا الأمور العاطفية تخلى جرب فأطلعت هالله وهذه تلحنت؟ لا ما تلحنت ما ادخلت المطبع ما ادخلت المطبع وهذه تخيلت نفسي فيها قاعد أعطي نصيحة حق ولدي حق يوسف زي فقع قدم له الزبدة على قولتهم زبدة الحياة فأقول له كما في الأمس قالوها وصارت مضرب الأمثال برددلك حديث حيل مهم تذكره بعدي تبي ترتاح في الدنيا مهما زادت الأحمال لا تظلم وخلك دوم كريم وصادق الوعدي ولا تشكي من همومك ولا تبالغ بأي آمال ترى عمرك وهو لحظة ثواني كلها عدي وخل عنك كلام الناس وهذا قال وهذا كان مسير الحق بيبين وصمتك أبلغ الردي واجعل معشرك طيب وفارق انقضت لحوال ولا تقطع حبال الود لعل الغايب يردي ومن شفتها يعيب الناس تقرب من عزيز النفس ولا تغتر بالأموال وصاحب من يقول الحق على نفسه وبها يبدي ومن شفتها يعيب الناس باعد عنه بالأميال ومن يذكر فعال الخير فمن صحبته لا بدي وقاوم كل عثراتك ولا تبكي على الأطلال وكل غلطة تصحها صعودة بسلم المجدي سلامتك الله صح لسانك صح لسانك شكرا دكتور سليمان الله يعطيك الصحة والعافية حبيبي أنا سعيد جدا بوجودك أنا أنا يعني والله العظيم شعرت بأجواء حميمية حبيبي وكالعادة أنا أحس أن أنا قاعد مع أخوي أتمنى أنه كان يعني دمي خفيف وخفيف بل عليك جميل جدا الله يخليك